السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض إزاي تقدر تربط المسنجر بالزكاء الاصطناعي إحنا شرحنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا ربطنا الواتساب بالزكاء الاصطناعي على منصة N8N وكمان اتعلمنا إزاي تقدر تنشئ حساب على منصة N8N ويسيب لك كل الكلام ده موجود في الوصف اللي في الفيديو أو التعليق فاحنا دلوقتي هنحول المسنجر بتاعك لبوت علشان يرد على العملة بشكل تركائي وتكون انت مرتاح تماما يلا بنكي نبدأ الشرح لكن في الاول منسجل عمي بلايك وسبسكراب للقناة ويلا بنا كده هنبدأ الفيديو وهنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي اول حاجة بتروح عندك على الوركفلو زي ما انت شايف قدامك كده طبعا نختار اول حاجة هنا حاجة اسمها تختار هنا ويب هوك طبعا ويب هوك ده متخصص علشان لو فيه اي تغيرات بتحصل في الاكاونت بتاعك فهدلوقتي بتروح عندك تخرج بالشكل ده كده وتروح عندك على صفحة اسمها هنا ديفلوبر فيسبوك زي ما انت شايف قدامك كده طبعا ديفلوبر فيسبوك دي انت بتضغط عندك على حاجة اسمها my apps اضغط عليها ضغطة كده طبعا معلاش انا لو بتكلم بسرعة انا مش عايز اطول عليك في وقت الفيديو بتاعنا علشان انت ما تملش مني فانت بتضغط عندك على حاجة اسمها create app وبعد كده مثلا بتختار اي اسم انت عاوزه فيه الددالس الخاص بالاكاونت بتاعك مثلا انا هكتب هنا حاجة اسمها mass او messenger اختصار مثلا لكلمة messenger بتضغط عندك على كلمة next تختار حاجة تحت هنا اسمها others تمام وبعد كده بتختار هنا حاجة اسمها هنا business وتضغط عندك على كلمة next بعد ما يجي تزهر لك الصفحة اللي قدامك دي اضغط عندك بس على كلمة create app وبيبدأ بقى ينشئ التطديق بتاعنا او بينشئ بقى كل حاجة details اللي احنا كنا عايزينها على الصفحة بتاعتنا فانت ركز بكده معايا احنا كده شغلنا او شرحنا على المسنجر بتختار ان المسنجر عشان نربطه بالذكاء الاصطناعي اضغط بس عندك على كلمة set up زي ما انت شايف قدامك كده العلامة دي وبتنتظر شوية لحد ما يوجهك على الصفحة اللي قدامك حضرتك دي طبعا دي في حاجة هنا اسمها الابي اي خاص بالمسنجر طبعا الى الكمفور اللي هو بتاع الويب هوكس بتروح عندك على عنوان ال url وبعد كده بتروح عندك على الworkflow وتروح عندك على ويب هوك ضغطين كده وبتعمل نسخ او ضغطة واحدة زي ما انت شايف عمل القبي للرابط طبعا انت بعد ما تيجي تعمل القبي ده طب انت رايح رفعه هنا وبتختار verify token على سبيل المثال ان انا يخليه احمد واحد اثنين ثلاثة مثلا يعني ومن هنا بترجع عندك على الworkflow بعد كده اضغط عندك على حاجة اسمها lesson out test تمام وبعد كده بيبدأ يعمل test بس اضغط عندك على كلمة verify and save طبعا هو يحصل problem هنا لكن هيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده ويظهر علامة الصح اللي احنا شايفينها قدامك دي طبعا دل اللي احنا محتاجينه لما تروح عندك على schema هيظهر لك options اللي انت شايفها قدامك دي كده دي كده اول خطوة تمام بعد كده بتروح عندك ترجع ورا على back to canvas بعد كده بتختار حاجة هنا اسمه if تختار if زي ما انت شايف كده اضغط عندك على العلامة دي علشان يعمل اعادة توجيه للمسنجر هنا بتختار حاجة اسمه هنا hub mode زي ما انت شايف كده تمام اضغطها عليها وروح انت انسخها اول حاجة هنا وانسخ كلمة subscribe وتروح انت ضعيفها بالشكل ده كده وبعد كده تقول له add condition وبعد كده بتروح عندك على حاجة هنا اسمها hub verify token وبعد كده بتضغط عندك عليها كده وضغطين عشان تنسخ الرابط او تنسخ اللي هو ال password اللي احنا كنا كنا كبينه قبل كده تمام بعد كده بتضغط عندك execute وهيظهر لك عندك ال options اللي قدامك دي كده زي ما انت شايف تمام تمام هترجع تاني على back to canvas حلو هيظهر لك هنا طريقين طريق اسمه true وطريق اسمه false طريق true وطريق false انت بس تختار طريق true وتكتب هنا respond تمام تبع respond دي الخاص بالرد على الرسائل انت بتختار حاجة هنا اسمها text تمام على علم ال respond دي وبتنزل تحت كده شوية بتدور على حاجة هنا اسمها هنا hub challenge وبتوقف تواخذها بالشكل ده كده ثم انت سايبها زي ما انت شايف وبتعمل execute لحد ما يجي هزهرك علامة الصح ما ظهرتش انت بس كل اللي عليك بتضغط عندك على كلمة execute تاني تمام لحد ما تيجي تظهر زي ما انت شايف كده تضغط على اكتر من مرة تظهر معك علامة الصح بدون اي مشاكل بعد كده انت بتروح عندك على الاكاونت او بنروح عندنا على الاكاونت بتاعنا الخاص بميتا ديبلوبر وبعدك بتضغط عندك على verify and save برضو بظهر نفس المشكلة روح عندك اعمل execute افضل اعمل execute لحد ما يقولك هنا اعمل configuration ومعايزين نعمل له ربط على المنصة بتاعتنا انا عمل تاني execute اعمل اكتر من مرة كده طبعا احنا عملنا هنا اكتر من مرة ولكن لا جدوة ده بس انت كل اللي عليك بتروح عندك على وبعدك بتاعك وبعدك بتضغط عندك على علامة setting اللي انت شايفة قدامك فوق دي وبعدك بتختار اول واحدة اللي هو الاو http دي كانت المشكلة اللي كانت بتظهر لنا ولو هترجع تاني هتروح عندك على respond هتعمل respond to wakehawk زي ما انت شايف قدامك كده وبعدك بتضغط عندك على execute او listen زي ما انت شايف كده هيبدأ بقى يقول لك انا انا محتاج اعمل في refy and save اضغط عليها ضغط كده برضو تاني زهر لك برضو المعلومات اللي قدامك دي كده اعمل نفس الفكرة واعمل برضو verify المهم يتوسق معاك ويظهر عندك علامة الصح اللي قدامك دي كده اول ما تيجي تظهر معاك علامة الصح وبيظهر قدامك كده اعمل execute كده مثلا وتروح عندك على verify and save تمام وهيبدأ بقى قالك هنا كل حاجة ماشية خطوات سليمة وصحيحة هنا بقى هتروح عندك على حاجة اسمها API setting هشوف الشكل اتغير او شكل المنصة اتغير انت بس كل عليك بس تعمل refresh كده علشان نتطمن ان ما فيش اي problem تقابلنا في المنصة دي فانت عملت refresh تمام هيظهر لك على اول حاجة الول configure اللي انت شايفها كيه على webhooks ظهر علامة الصح خلاص مش محتاجين احنا نعمل اي حاجة تانية بعد كده بتروح عندك على generate access token وبعد كده بتغط عندك على كلمة connect علشان تبدأ تعمل اتصال بالصفحة الواتساب بتاعتنا مثلا نختار الصفحة اللي قدامك دي كده اللي هي صفحيتي احمد علام وبعد كده بتعمل continue بعد كده save علشان يبدأ يعمل connect على الرقم او او بيعمل connect على المسنجر او رسائل الصفحة بتاعتنا طبعا لما يجي يعمل عندك connect قوله هنا got it وبتنتظر شوية لحد ما قولك هنا add subscriptions بتروح عندك على المسنجر وبعد كده بتروح عندك على message اللي هو delivers تمام وبعد كده بتنزل تحت على message edit وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها message temple وبتختار كمان feedback والreact وكمان بتروح هنا على read وبعد كده بتغطي عندك على اي حاجة اسمها هنا confirm تمام ضغطة واحدة كده زي ما انت شايف خلاص مش محتاجين اي حاجة تانية بس لما تحاجد تروح عندك تعمل على generate access token قوله هنا understand او i understand وبعد كده بتقوله هنا copy وعايزين نحفظ ال access token ده مثلا هنحفظه على text زي ما احنا هنشوف دلوقت اعمل copy احفظه بقى على اي text ما عندك سواء كان على computer او على اي منصة او حتى في عنوان url المهم بتحفظه عندك بالشكل اللي قدامك ده كده تمام تمام قوله done وبعد كده بتبدأ تعمل رسالة للصفحة انت عايز تبعد رسالة على الصفحة دي يتضغط هنا يتروح عندك على messenger بتاعك انت وبعد كده مثلا تبعد رسالة للصفحة زي ما انت هتشوف دلوقت زي ما انت شايف كده دي رسالة للصفحة بتبعد تبعد اي رسالة انت عايزها بس قبل ما تعمل كل الكلام ده هتروح عندك على اللي هو وبعد كده تقول له هنا listen وبعد كده بتنتظر بقى شوية لحد يقولك انك عايز تبعد اي رسالة اي رسالة كده هنشوف اللي هيجرى تمام برضه قول له هنا listen تمام كان مرة لحد ما يزارك العلامة اللي قدامك دي ثم انت رايح باعت رسالة اي رسالة تعجبك اي رسالة لحد بس اي من تطمن انه هو كل حاجة شغالة زي الفل هنا تمام ويزارك هنا علامة الصح اللي انت شايفها قدامك قوله هنا back to canvas طبعا عندك هنا اتنين route او اتنين طرقين عندك ال get وعندك ال post احنا محتاجين بقى نربط بحاجة اسمها AI agent اضغط عندك بس على علامة الصحة علامة بلس اللي قدامك دي كده وتقوله هنا AI وبعد كده بتختار حاجة هنا اسمها AI agent تمام ضغطة واحدة كده اخرج منها خالص وبعد كده بتروح عندك على chat model اكتب open AI او بتكتب chat GPT زي ما انت شايف قدامك كده واخترنا منصة chat GPT اللي هي تكون معنا في ال chat model تمام دي حاجة اسمها AI agent هو اللي بيتحكم في كل الليلة اللي انت شايفها دي من اول رسالة بتبعت من ال webhawk لحد ما تيجي تعدي على chat GPT طيب دلوقتي بقى احنا نعمل بقى test كده نعمل execute وبعد كده بتروح عندك على الرسائل مسلا تروح لبعد اي رسالة امت عاوزها وبعد كده بترجع تاني قالك هنا حصل مشكلة في ال AI agent طيب ايه هي المشكلة اللي احنا محتاجين نعدلها انت كل عليك بس ضغطين كده على ال AI agent وبعد كده بتختار حاجة اسمها defend flow وبعد كده بقولك هنا ال prompt اللي احنا محتاجين نحطه هنا ال prompt ده اللي هو هيطلع ايه ال prompt ده اللي هو text زي ما انت شايف كده تنزل تحت كده شوية خالص عند ال webhawk وبعد كده بتنزل تحت تروح عندك على text ثم ترايح شايلها بالشكل ده كده لحد ما العلامة دي تقدر قوله هنا add option وبعد كده بتقوله هنا message system وبتكتب الرسالة اللي انت عايزها في اول حاجة ممكن تقابل الشخص او اي رسالة تبدأ تقابل الشخص طيب خلصت يا باشا بعد كده هنا حصل عندك هنا no prompt هحصل هنا execute اعمل execute لحد ما ييجي يظهر لك علامة الصح ده وقالك هنا اعمل connect على AI او open AI زي ما انت شايف قدامك كده بعد كده بتخرج بره خالص وبتروح عندك تروح عندك على علامة plus اللي انت شايفة قدامك دي بتكتب هنا حاجة اسمها HTTP علشان يخش عندنا على المنصة الخاصة بالمسنجر علشان نروح تضغط هنا على method وبعد كده بتختار من get تخليها post زي ما انت شايف قدامك كده طبعا نحن محتاجين نعمل import url انت كل اللي عليك بس بتضغط عليها ضغطة وهسيب لك رابط الصفحة دي موجودة في الوصف او التعليقات او انت مثلا بتمشي معايا على الخطوات اللي احنا هنمشي معاها دلوقت احنا محتاجين نخش على meta developer وبعد كده بيختار حاجة هنا اسمها المسنجر بتعمل search كده او control if بتكتب messenger او عفوا انت بتروح عندك على حاجة اسمها the comments حاجة زي كده تمام بتنزل تحت كده على حاجة هنا اسمها messenger اكتب هنا messs تمام بالشكل اللي قدامك دي كده هتروح عندك على messenger platform وبعد كده بتروح عندك على هنا حاجة اسمها messaging عفوا زي ما انت شايف قدامك كده تمام تنزل تحت كده شوية خالص او بتنزل تحت خالص لحد ما تلاقي عندك العنوان ده او تتلاقي عندك الكود اللي انت شايفه قدامك ده كده بتروح تاخد الكود ده بتعمله هنا copy تمام وبعد كده بترجع تاني على المنصة دي تقوله past url زي ما انت شايف قدامك كده وبعد كده بتعمل علامة import زي ما انت او زي ما هيظهر معنا دلوقت زي ما انت شايف كده طالب في عنواني url انك تحض ال page id تمام بتضغط عندك على expression اللي هي الظهرة قدامك دي وتضغط عندك على العلامة دي وهتروح عندك مكان اللي هو page id هتروح تفتح webhook طبعا بتمسح page id زي ما انت شايف كده تمام اعمل لها دلت خالص طبعا اعمل لها دلت من هنا عفوا تمام وبعد كده بتنزل تحت على حاجة هنا اسمها id طبعا بسيبك من ال sender دي خالص هتروح عندك على id اللي بعدها ثم تريح ضيفها بالشكل اللي قدامك ده كده تمام زي ما هو ظاهر معاك بالزبط ركز بقى معاك في النقطة دي انت بعد كلمة messages زي ما انت شايف كده هتعمل بس علامة استفهام تمام وتكتب access cc تمام e s s underscore token 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 equal او يساوي وبعد كده بتروح عندك تاخد copy للعنوان زي ما انت شايف كده او تاخد copy للكيز اللي احنا قلنا احفاظها اللي انا قلت لك احفاظها من شوية وبعد كده تقول له هنا control v ثم انت تضيفها قدامك بالشكل ده كده تمام بعد كده بتروح عندك تخرج كده بره خالص هتنزل بس دي كده تحت شوية هيطلب منك هنا حاجة هنا اسمها ال id انت بس بتشيل العلامة اللي هي bs id تمام وتروح عندك على wave hook انشالها خالص بالشكل ده كده تمام انزل تحت كده شوية سيبك من السندر دي خالص هتروح عندك على ascender وتروح عندك على id زي ما انت شايف كده وبين السطرين تمام هتقوم انت رايح ضيفها لاحز كده معي اللي حصل الضف التحت لا تقوم انت واخدها تعمل control x او cut وبترجع تاني كده بين العلامات التنصيص وتقوله هنا control v طبعا هلو ورلد طبعا احنا انشالها خالص ونروح عندنا نحط هنا التكست اللي كان معمول اللي احنا عملناه اصلا على المسنجر زي ما انتو شايفين قدامكو كده احنا كده عملنا import ال url او الكود وضفنا كمان ال id وضفنا اللي هو التكست الخاص بنا في الكود اللي قدامك ده كده بعد ما تيجي تمسح العلامتين بتوع التكست هتروح عندك هنا على حاجة اسمها output زي ما انت شايف كده ثم ترايح ضيفها بين علامات التنصيص بتاع اللي هو التكست تمام هيبقى بالشكل ده كده هيبقى هو ال output مش التكست عفوا يعني ما تروحش عندك على التكست هتخليها ال output عادي زي ما انت شايف قدامك كده تمام بعد كده هنا بتخرج خالص او بتعمل execute طبع لاحظة اي problem اخرج خالص احنا بس محتاجين نروح على خانة الميموري زي ما انتو شايفين كده اضغط عندك على علامة البلس واختار هنا simple memory تمام زي ما انتو شايف كده بتضغط عندك على العلامة دي وتختار different blue زي ما انت او زي ما هو ظاهر قدامنا كده طبعا هنا بقولك هنا احط الكي طبعا الكي ده هنجيبه منين ده ال id الخاص بالsender تنزل تحت كده شوية عند السender كده خد ال id الخاص به هو بتقوله هنا paste زي ما انتو شايف قدامك كده وبعد كده بتخرج خالص بقى من الليلة دي كلها هنا بعد ما جيت تخلص الوقت بس عندك على execute ونشوف اي مشكلة تحصل معنا هنا بقولك بقى اعمل واي هنا بقولك امتظار الطلب طبعا بتروح عندك على المسنجر بتاعك وتبتكت مثلا اهلا تمام اهلا بالشكل اللي قدامك ده كده طبعا ترجع تاني على المنصة حصل مشكلة في ال http طب ايه هي المشكلة يا ترى هنشوف المشكلة دي مع بعض هنا بقولك المشكلة في ال access token طيب ال access token دي هنحلاها ازاي زي ما انتو شايف كده ال access token طبعا هنا محتاج ال access token هترجع تاني على المنصة او ترجع تاني على الكود اللي انت حافظته هتقوله هنا copy وتقوله ترايح ضيفه بالشكل اللي قدامك ده كده وتقوله هنا execute وتنتظر شوية لحد ما يظرك هنا علامة الصح طبعا لما نيجي نرجع وارا كده شوية هو عامل هنا علامة تعجب لكن لما تيجي تعمل execute طبعا هيبدأ يقولك انا محتاج امر الامر ده هتقوله هنا تاني اهلا تمام اهلا طبعا هو رد علي اهو تنتظر كده شوية لحد ما نشوف الرد هيكون عامل ازاي طبعا هو بيعمل هنا تحقق حصل مشكلة في ال AI agent طبعا المشاكل دي وارد جدا ان هي تحصل فانت متقلقش منها خالص طبعا هنا قالك ال prompt ال prompt ده احنا محتاجين نضيف ال prompt هنا بنختار زي ما انتو شايفين او زي ما احنا اتفقنا على text ترجع تاني كده بتختار text تمام بتدور هنا عندك على text زي ما انت شايف كده بتروح عندك دوم ترايح ضيفه هنا تاني تمام وبعد كده بتضغط عندك على execute هيظهر لك هنا علامة الصح حصل عامل تعجب اتغب برضه على execute تاني حصل نفس المشكلة ارجع تاني وروح عندك يعمل execute لل workflow كله وبعد كده مثلا هنا بترجع تاني يتقول له هنا اهلا هنشوف هيرد ولا لا طبعا هو يبدأ بقى يربط الكلام ده كله طبعا هو هنا حصل رد زي ما انت شايف قدامك كده تمام هنقول له مثلا اخبار tax اخبار tax اليوم قال لي لا اتمكن من مساعدتك تمام طيب ممكن نقول له هنا على حاجة تانية مثلا تكتب له انا اسمي احمد وتقول له هنا enter شوف هيرد هيقولك هنا مرحبا مرة اخرى كيف يمكنك مساعدك اليوم يبقى انت عن كده عملت شادبوت او ربط المسنجر بالزكاة الاصطناعية طيب احنا محتاجين بقى نخلي الموضوع ده يبقى دايم معنا ويشتغل معنا على طول انت بس كل اللي عليك عندك بتروح عندك على workflow بتاعك وبعد كده تقول له هنا save ومن active تخليها active تمام وتقول له get it تمام دي اول حاجة طيب عايزين بيشتغل معنا باستمرار هتروح عندك على الويب developer اضغط عندك او تضغط عندك على الحاجة اسمها اللي هو developer فيسبوك اضغط على حاجة هنا اسمها development وتقول له هنا live تمام هيحصل بقى problem طب ايه يا الproblem قال لك روح عندك على setting طبعا دي اخر حاجة احنا هنعملها وبعد كده بتروح عندك على حاجة هنا اسمها الpervice url وهتنسخ بقى الpervice url تشوف اي منصر بتعملك هتروح عندك على اي منصة على سبيل المثال ان انا بحب اختار المنصة المجانية اللي انا هوريها لك دلوقت برضه هاتبها لك فيه الرابط الموجود في الوصف او التعليقات طبعا المنصة دي نشوف هي منصة في منصة هنا مجانية احاول كده نجيبها هي المنصة اللي قدامك دي كده اضغط عليها ضغطة هنقول له هنا على الاب تقول له generate وبعد كده تختار اسم تقول له مثلا ده فردي نكتب ايجبت ايجي بدي تمام اضغط عندك على next قل له email address مثلا كاميرا نكست ايباي ايميل وتحط الايميل بتاعك المكست انا تقول له نو لأ نكست وتقول له هنا generate طبعا Erm told me here講ه generate تمام و على طول بشكل تلقائي بهو هيعمل لك الرابط قل له هنا copy وتروح عندك على المنصة بتاع development الخاص اي ه هو الميتا شركة متا تمام وبعد كدها تقول له هنا save وتقول له هنا على live بعد ما تجي出去 بشغل بقى live طبعا الصباح تتغير معاك الشردة تبقى معاك باللون الازرق دلوقت وانت كده ربط المسنجر بالزكاء الاصطناعي او عملت بود وقم بالمسنجر من على الان ات ان لما وصل انتو شايت هنا قدامك دي طبعا اكس كيوت تبدأ بقى تتواصل مع اللي هو الشات او الشات الخاص به اهلا 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 كيف حالك انا بيخد وقت شوية انا بخير شكرا على اسؤالك كيف يومساني وتبدأ بقى تتعامل معاك انك بتتعامل مع شات جي بي تي او جي منوي عادي جدا وهي كده انا شرح انتهى اتمنى ايكم اشتراح اعجابك مانساش تدعمني بلايك وسبسكرايب واشوفكم في حلقة جديدة مع السنة اشتركوا في القناة